مش عارف إذا خطورة هذا الموضوع وصلها لك دكتور علي ولا لا على فقر دكتور عمرو أنتوا دخلتوني في مجال برضو وأنا ما تكلمتش فيه أقحمتوني في شيء أنا لما أتحدث فيه أنا قلت لحضرتك في اقتراح ممكن وزارة الصحة تتكاتف مع وزارة الأوقاف لتنظيم مسألة الصلاة تمام؟ وأنا قلت لحضرتك في الأول خالص النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالطة الإنسان المريض والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل بينك وبين المجزوم قدر الرمحين أو رمحينهم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم حصل مني؟ ولا أنا لم أقل هذا الكلام؟ هذا الذي كنت أعنيه أو إن الإمام كده كده بيصلي أصلا في المسجد إيه ضرورة أنه يتتضامن الآن وزارة الصحة وإمكانياتها وإحنا بندور دلوقتي لأ عن طريق وزارة الأوقاف عفوا بندور دلوقتي بندورتك وإحنا دخلين المدن الجامعية عايزين نعمل لأمراتك للعزل عشان بنفكر في بكرة هتروح دلوقتي تنظم مسألة ما هي الضرورة لأن يدخل الإنسان مسجد أو كنيسة أو معبد أنا أقول لحضرتك ده مجرد اقتراح وإيه ضرورة هذا الاقتراح؟ لا ده أنا أقول لحضرتك عشان خاطر الناس اللي هي بتروح تصلي في الشرع والطرقات وبيعملوا الأزمة دي ظنا منهم أن العبادة لن تقبل إلا بهذه الطريقة هو ده اللي أنا بتكلم فيه أو بلاش ده خالص قلت لحضرتك الإمام موجود هناك في المسجد مع العامل والمؤزم كده كده بيصالوا في المسجد الأصف أنا أنتظر منك أنك تناشد الناس دول طب ما نقولت يا فندي ما نقولت لحضرتك ما قاله سماحة المفتي ما قاله هذا خطأ وهذا تحريض حصل مني أم لا؟ صحيح أنا قلت لك في إيبالي هذا الكلام أو مقترح أنا بقول لحضرتك لو المسجد ياخد ألف ممكن أنهم يعملوا المسجد ياخد خمسين واحد أو كده أو شي بهذا القبيل كل واحد يأتي بي مصلاح